في يوم جمعة خرج شاب في رحلة لهو ولعب على الشاطئ مع مجموعة من أصدقائه وصديقاته من ذوي القلوب المظلمة الغافلة وبرغم سماعهم للمؤذن ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح إلا أنهم جميعا رغم سماعهم للأذان طوال حياتهم لم يفقه يوما معنى كلمة الفلاح وكأنها كانت تقال بلغة لا يفهمونها مع أنهم عرب ولغتهم عربية ولكنها الغفلة كان هذا الشاب أثناء أذان الجمعة يجهز معرفاقه عدة الغوص وأنابيب الهواء استعدادا لرحلة جميلة تحت الماء وكان يرتب في عقله برنامج باقي اليوم الذي لا يخلو لحظة من المعاصي والذنوب والعياذ بالله وأثناء وجودهم في بطن البحر وبدت الرحلة جميلة إلا أن شيئا حدث لم يكن في توقع هذا الشاب فقد تمزقت القطعة المطاطية التي يطبق عليها الغواص بأسنانه وشفتيه لتحول دون دخول الماء إلى الفم ولتمده بالهواء من الأنبوب وتمزقت أثناء دخول الهواء إلى رئته وفجأة أغلقت قطرات الماء المالح المجرى التنفسي وبدأ يموت بدأت رئته تستغيث وتنتفض تريد هواء الهواء الذي طالما دخل جوفه وخرج دون أن يفهم أنه أحد أجمل نعم الله عليه وبدأ الشاب يدرك خطورة الموقف الذي لا يحسد عليه بدأ يشهق ويتلع الماء المالح وبدأ شريط حياته يمر أمام عينيه ومع أول شهقة عرف كم هو الإنسان ضعيف حيث أصبح عاجزا عن مواجهة قطرات مالحة صلطها الله عليه ليريه أنه هو الجبار المتكبر وأنه لملجأ منه إلا إليه ولم يحاول هذا الشاب كي يخرج من الماء لأنه كان على عمق كبير ومع ثاني شهقة تذكر صلاة الجمعة التي ضيعها تذكر حي على الفلاح التي فهم معناها فقط في هذه اللحظات ولكن للأسف بعد فوات الأوان فندم على كل سجدة ضيعها وتحسر على كل لحظة قضاها في معصية الله ومع ثالث شهقة تذكر أمه وأبكاه الحزن الذي يمزق قلبها وهو يتخيلها تبكي موت وحيدها وحبيبها الذي كثيرا ما نصحته بالتوبة إلى الله وترك المعاصي والشهوات ولكنه كان لا يهتم بنصائحها ومع رابع شهقة تذكر ذنوبه وزلاته وما أكثرها تذكر تكبره وغروره على الخالق وعلى الخلق فبدأ يحاول النجاة والفوز بآخر ثانية بقيت له فلقد سمع فيما سبق أنه من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة بدأ يحاول نطق الشهادتين فما إن قال أشهد حتى غص حلقه وكأن يدا خفية كانت تطبق على حلقه لتمنعه من نطقها فعاد وحاول جاهدا وبدأ قلبه يصرخ رب ارجعون حتى بدأ يفقد الشعور بكل شيء وأحاطت به ظلمة غريبة وفقد الوعي وهو يعرف خاتمته ويهل الأسف على خاتمة كهذه والعياذ بالله ولأن رحمة الله واسعت كل شيء فجأة بدأ الهواء يتسرب إلى صدره مرة أخرى وفتح عينيه ليجد مدرب الغوص يمسك به مثبتا خرطوم الهواء في فمه محاولا إن عاشه وهما ما زال في بطن البحر ثم رأى ابتسامة على وجه المدرب ففاهم منه أنه بخير فنطق قلبه ولسانه وكل خلية في جسده وقبلهم روحه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله الحمد لله وفجأة بدأ قلبه يحدثه قائلا لقد رحمك ربك بدعاء أمك لك فاتعظ خرج من الماء شخصا آخر كل ما يرجوه من الواحد القهار أن يختم له بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد فترة عاد وحده بعد تلك الحادثة إلى نفس المكان في بطن البحر وسجد لله تعالى سجدة شكر وخضوع وولاء وامتنان في مكان لا أظن أن إنسيا قبله قد سجد فيه لله تعالى عسى أن يشهد عليه هذا المكان يوم القيامة فيرحمه الله بسجدته في بطن البحر ويدخله جنته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى